أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الضلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها وخلال اتصال هاتفي انتلقاه من المستشار النمسوي كارل أنيهامر حذر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أن المستشار النمسوي حرصة في مستهل الاتصال على تهنية الرئيس السيسي لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وهو ما ثمنه الرئيس مؤكدا عمق الإعلاقات وامتداد الصداقة ما بين مصر ونمسا هذا وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعززها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية